يقول في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار يقول يعني هل هذا المقصود فيه للمستقبل أم أنه في الوقت الحالي لأي من أشياء قبارك الله فيك أولاً لابد أن نعتقد بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان وباقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان وهذا معتقد أهل السنة والجماعة هذا معتقد أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان خلقهم الله عز وجل منذ القدم ولذلك هي مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان وأن الجنة دار أهل الإيمان وأن الجنة دار أهل الإيمان وأن النار دار أهل العصيان بالنسبة لما جاء في الحديث أن الله تعالى من فضله ورحمته أنه يغلق أبواب النيران في شهر رمضان ويفتح أبواب الجنان والمعنى بأن هناك أرواح تعذب وهناك أرواح تنعم فممكن أن أرواح أهل الجنة تصعد إلى الجنة وتدخل الجنة لكن أجسادهم في الأرض ولا يدخلونها الدخول النهائي إلا بعد يوم القيامة بالنسبة للمعذبين والعياذ بالله عاذنا الله وإياكم من النار رواحهم تعذى في النار وقد رأىها النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعينه المعذبين في النار المرأة السوداء الحميرية التي كانت قد عذبت هرة لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاشها حتى ماتت رأى صور المعذبين العلماء قالوا بأن هؤلاء أرواحهم مشكلة تعذب الآن في النار والعياذ بالله وإن كانوا في عالم البرزخ اليوم القيامة يقع العذاب على الروح وعلى الجسد ولذلك الله عز وجل من رحمته أن يغلق أبواب النار في نهار رمضان فلا تعذب هذه الأرواح لا تعذب هذه الأرواح إلى أن ينتهي رمضان حتى يتوب التائبون حتى يتوب من كان عاصيا ويرجع من كان مدبرا ويتخلص من أثقلته الآثام والذنوب والخطايا يتخلص منها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر